قوانين مهمة وهي قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضي لعليل المستقل للانتخابات نعتقد أن هذه القوانين سترسم خارطة طريق لمشهد سياسي أكثر موثوقي لدى الشعب العراقي وإعادة الثقة ما بين الشعب العراقي وما بين العملية السياسية بشكل واضح وصريح المطروح الآن هو 50% قوام فردية و50% قوام فردية وأخرى قوام انتخابية هناك خصوصية لبعض المحافظات خصوصا المحافظات التي تعرضت إلى احتلال تنظيم داعش الإرهابي وعدم عودة النازحين ولكن أنا بشكل شخصي أدعم أن يكون هناك انتخاب بشكل فردي لكل أبناء الشعب العراقي وتكون 100% عبارة عن مرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظة الظرف اللي مر بي البلد والحالة اللي مر بيها الآن هي قضية وطن وهي مصلحة وطن لدى مصلحة مكون ولا تقف لدى مصلحة حزب أو شخص اشتركوا في القناة